سلام كيفك؟ أنا آسف بعرف طولت الغايب المرة هاي بس ما يحكوها الغايب عذر معه إن شاء الله اللي جاي كله حيكون خير إلك وللقناة قبنا نحكي كتير خيرو الكلام ما قل ودل خلينا نفوت بالموضوع مباشرة أنا نزل بوست على الإنستغرام كايت فيه إنه حعمل أول فيديو يكون إلي بالقناع الأسبوع هذا اللي هو Q&A اسألني السؤال اللي بدك هيا بعدها عشان نفوت بمواضيعنا اللي جايين نحكي فيها اخترت مجموعة من الأسئلة تقريباً 15 إلى 20 سؤال والمارات اللي جاي إن شاء الله بنعطي الباقي حقهم وعن كان فيه كثير نسبة كبيرة من الأسئلة المتكررة 90% تقريباً من الأسئلة عم تجيني بخصوص 6ers.com 10% عم تجيني عن تداول ملات رقمية أو عن تجارة إلكترونية وأمازون FBA بالتحديد اللي يمكن تكرار الأسئلة هذا حيخلي موضوع الفيديو بنسبة الأطول من الفيديو ممكن تكون كلها أسئلة عن 6ers.com وقع شرحت عنه قبل 3-4 سنين بس اليوم فيه أسئلة كثيرة عم تجينا بخصوصه ففيه استفسارات للجميع إن شاء الله إننا بنقدار نرطي هاي المواضيع أول سؤال من حبيبنا مصطفى عم بيسأل إنه شو فيه الطرق الدول المحظورة بالوطن العربي بالتحديد إنهم يشتغلوا على أمازون كأمازون FBA أنا بنعرف اليوم كثير إنه أمازون في بعض الدول بالوطن العربي ما بيقبلها تعتبر محظورة مصطفى لدي أحكي لك يا نصيحتي إلك مدام الأمازون حاضر هاي الدولة فإنت لا تلجأ طرق بديلة يعني أكيد في موجود هو طرق وموجود ثغرات وموجود حتى طرق رسمية وإنت زي ما حكيت بتعليقك إنه ممكن أنت تكون تعرف كيف تفتح شركة ببريطانيا أو كيف تأسس شركة بأمريكا طلعي رقم ضريبة وتشتغل هذا الشغل بس نصيحتي إلك خلاص مدام الأمازون محظور دولتك استنع بتتغير هاي القوانين وهاي النظام اللي هم يحطينه يشتغل شغل تاني فذات سيت بصراحة نصيحتي إنه إذا أنا اليوم بدولة محظورة ما بروح بدور على طلق بديلة إني أشتغل في أمازون هو حاضر دولتي زي ما بحكوها اللي بشوفني بعين وشوفه بعينتين ما بعرف هيق قناعتي أنا كأياد إنه خلاص أنت مش اعتبرني كهباني آدم بعرفش لأي سبب كان أنا ما بتلزمني اسمح لدولتي إنها تشتغل على الأمازون FBA وتبيع على موقعك ساعتها خد مننا منتجات وخد مننا تسوق وخد مننا مبيعات سؤال بعده بيحكي إيش أحسن طريقة أجيب فيها الزباين لخدمات 6H.com لديك طريقتين الأولى أوفلاين والثاني أونلاين أونلاين عن طريق الحملات الإعلانية هتعمل أدز على الفيسبوك على إنستجرام سناب شات تيك توك بأي مكان عن طريق المحتوى برضو بإمكانك عن طريق الإيميلات إنك تجمع داتا من جوجل أو غيره وتبعت لهم جايكم بفيديو تفصيلي عن هذا الموضوع إنه كيف هنطلع داتا من جوجل وكيف نبيعهم هاي الخدمات هذا إذا كان أونلاين أما إذا كان أوفلاين فبإمكانك أنت أي شخص بتروح عليه على محله على شركته على المعرض اللي عنده أي شيء أنت واجهته بطريقك وروحت عليه ممكن تبيعه تعرض عليه خدماتك بيحت على معرض سيارات رحت على دكتور أسنان رحت اشتريت حبة بوزة لقيته محل جديد ناشئ وبحاجة إلى التسويق بعرض عليه خدماتي وبإمكانك أوفلاين برضو طريق البروشورز والفلايرز بإمكانك أنت تطع عليها خدماتك توزيها على المحلات والشوارع والناس أريدكم أعمل إشي هذا قدامكم وصوري لكم إياه ونوضحه وننزل لكم وفرجيكم كيف ممكن نطبع بروشورز وفلايرز بعدي ما عندي مشكلة وكيف حديثينا التليفونات كيف حنرد عليها كيف حنعرض خدماتنا وكيف حنبيعهم إياها ما عندي مشكلة عادي كتب لي هلا بتعليقات وبنعملكم هذا الفيديو هذا الفيديو السؤال بعده بيقول بدنا تكثرين فيديوهات على اليوتيوب كيف نشتغل أونلاين أو كيف نعمل محتوى بدون الظهور بوجهنا مع العلم أنا عايش في كندا بالتحديد في تورنتو أهلا سهلا جار أول إشي بحب أحكي لك إياه إنك ببعنك بتورنتو فسهل كتير موضوع إنك تصنع محتوى بدون ما تطلع بوجهك واللي هو عن طريق فيديوهات الأنبوكسنج أمازون عندك متوفر وعندك اشتراك برايم أكيد تطلب الأوردر اليوم بوصلك بوكرة مش زي لما تكون قيم بالوطن العربي أو بدول ما فيها أمازون بدك ثلاث أو أربع شهور ليوصلك البروداكت اللي طلبته تطلب برودكت بتشتري هاي البروداكت بتعمل فيديوهات أنبوكسنج كل اللي بلزمك كاميرا مع ترايبود في يو أرم أوفرهيد بتصور من فوق وخلص بتصور إيديك إنت وإنت عملي تعمل الأنبوكسنج وبعدين تعمل فويس أوفر بصوتك بس أنا بفضل إنك تطلع بوجهك وعادي وين المشكلة إن أطلع بوجهك يعني هيكون أحسن بكتير والنتائج أقوى بكتير بالمناسبة كورس اليوتيوب أنا شارح فيه كتير طرق بكيف إنك إنت تصنع محتوى على اليوتيوب بدون ما تطلع بوجهك وتعمل منه فلوس تربح من اليوتيوب هذا الكورس كان سعره 100 دولار أصلا نزلناه هلا الفترة هاي بتسعة عشر دولار على خصم لفترة محدود هدية بمناسبة راجعتي على القناة زائد إنه نعلم الناس سواء على الكريبتو بالمقابل أنا حذفت كل طرق الدفع اللي موجودة بموقع سواء كانت باي بال بايونير حتى الكريدت كارد حاليا ما عم بقبل إلا كريبتو كان بس فرج الناس إنه كيف تقدر أنت تستغني عن الكاش كيف تقدر تستغني عن الكريدت كارد كيف تقدر تستغني عن الباي بال كيف تحول حياتك كلها رقمية فعليا رقمية استخدام العملات الرقمية أنا في كتير ناس بعرفهم بيخافوا من كلمة عملات رقمية خافوا من إنه يكون عنده محفظة على باينانس أو على أي منصة كانت يقول اليوم إذا أنت بدك تتواصل مع أيها تشتري أي شيء من إياد فبالتالي أنت بدكون عندك محفظة فيها عملات رقمية ولما بحكي لك عملات رقمية ترى الموضوع مش معقد جايكم الفيديو الجاي على القناة حيكون عن هذا الموضوع لهو إنت كيف تشتري عن طريق الكريدت كارد إذا بتحب عملات رقمية الموضوع سهل كتير ما حفوت لك بمواضيع هي تداول واستثمار وأشياء معقدة لا عطيك إيها ببساطة كيف تكون في عندك محفظة وكيف تحط فيها عملات رقمية وكيف تشتري أي شيء بالعالم أونلاين إذا كيها رقمية إحنا عم نفوت على الويب 3 نفوت عم على العالم الميتا في كتير ناس بعدها بتخاف تستخدم أصلا الكريدت كارد حتى نيجي نقولهم عملات رقمية بس مع ذلك أنا مسر إني ما أستقبل إلا عملات رقمية إنه إذا أنا ما شجعتك وإنت ما شجعتني رح نتطور الله العظيم إني أنا كل يوم بكون زعلان تعرف من إيش؟ من البطء اللي عم بيصير بالعالم أخي العالم بطيء بطيء أنا بخاف من الموت لشغلة واحد إنه بخاف أموت قبل ما أشوف أشياء كثير من المستقبل ما أبدأ أفوته هاتا تتحكي عني بأوفر ودراما بصراحة بخاف أموت لأنه في كتير شغلات حتروح علينا في كتير شغلات هلا نفسي أعيشها بس العالم بطيء لما بحكي عن العالم بحكي عن تطور بحكي عن كوبرة الشركات بحكي عن فيسبوك جيلون ماسك بحكي عن جيف بيزوس بحكي عن ماركو زجربر دول الناس اللي هم المفروض بإمكانهم اليوم يعيشون أعيشة رقمية مختلفة تماما نعيش حياة من المستقبل بس هم بطيئين بطيئين جدا باعرف لمين مخلين الويب 3 يستمدعوا فيه ولا اللي بعده ولا اللي بعده ولا المشاريع والأفكار كلها المجنونة اللي نفسي أعيشها ستوب نغير الموضوع لأني بصراحة مخنوب من هاي الشكل السؤال بعده بيحكي إنه بعد ما أشتري متابعين من سكسرز دوت كوم وأكبر الحساب كيفيني أجمع متابعين حقيقيين بكل تأكيد عن طريق الإعلانات بعد ما تشتري المليون فولور على الأكاونت الإنستجرام اللي بدك تبيعه أو أكتمل فيه أي إن كان بروح بعمل عليه كامبين أعلانات مع الإنستجرام نفسه بجيب متابعين حقيقيين وذات سيت بس أنا المليون إذا كنت بدي أجيبها كلها حقيقية عن طريق الإنستجرام بدي هتكلفني عشرة مليون دولار بجيب أنا المليون كانهم المليون اليوم ممكن بعض مئة دولار عم بكلفوا على سكسرز طب هالحدود فأروح بعمل كامبينز على الإنستجرام نفسه بإني أزيد متابعين بـ 300-400 دولار أكاونت كامل بيكلفني فيه بيكون مليون وشوي بيكلفني 400-500 دولار فلنفرد يكون هيك فعلياً كواليتي ميكس أنا بقدر أبيوع بسهول السؤال بعده بيقول إنه الموقع تبع شراء المتابعين لساته شغال إنه من فترة فطت عليه خدمة المنشن إنستجرام ما لقيتها ما أتوقع إنها اختفت الخدمة موجودة وأنا بستخدمها باستمرار بدي أنوه الشكل اللي بخصوص هاي الخدمة إنه إذا بيصير فيها دروب إنه الكومنتز أو المنشن اللي نعملت بتروح الموضوع نورمل طبيعي بصراحة بالنسبة إلي أنا أصلاً كأياد هيك بفضل إنه يصير أصلاً دروب لأنه بتاع شو اللي بيهمني؟ يهمني أنا لما أعمل منشن لمئة ألف شخص لمئتين ألف شخص بيهمني أول ساعة بس لما يوصلوا المنشن لما يوصلوا النوتيفكيشن لما يوصلوا الإشعار رين تليفونه إنه وصلك المنشن على البوست كده كده فات شافه مهتم استفادت مش مهتم هيعمل حاله ميت ويطلع إذا بعد ثلاث أيام بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد عشر أيام راحت هاي الكومنتز عادي أحسن أحسن إنها تروح لأنه إنت بعد ما تعمل المنشن هتدول الأشخاص وتجيب الناس هاي المهتمة للبرودكت ساعك بعد ذلك ما بهمك إنه أسمائهم تظلها موجودة لأنه أي حدب بعد ذلك مستقبلاً حيفوت على البوست يشوف كل هذا عدد مئة ألف منشن عندك على البوست موحلو أنت اللي بدك بدك تستفيد كيف تستفيد عن طريق النوتيفكيشن إنه وصلهم إشعار بعد ذلك شو صار بالكومنتز إن شاء الله تنحرق ما تهتم الرغس اللي بعده بقول مرحبا أخيات بفضل الله ثم أنت قمت بتحقيق أرباح جيدة من خلال موقع سيكسرز لقد قمت ببيع أكثر من 30 حساب على السوشال تريديا ولكن وأخراً أصبح الموقع لا يقبل حساباتي بحجة إنه المتابعين ليسوا حقيقيين نفس ما حكيت قبل شوي إنه أنت بعد ما تشتري المليون فولور بدك تروح تعمل كامبينز إنه تجيب متابعين حقيقيين فهيك الموضوع أسهل وأنا جايكم قريباً بمواقع بديلة للسوشال تريديا ممكن تكون أسهل بإنها تقبل حسابك وأسرع بإنها تبيع حسابك شخص اللي بعده عم بيقول إنه أستاذ عماد إياد اسمي يسأل عن استخراج الداتا من موقع سيكسرز زوتكم هل هو مجدي ولا لأ طبعاً مجدي أنت اليوم لما الموقع عم بعطيه ميلاد، أرقام تليفونات، عنوين، تاريخ ميلاد كل الأشخاص اللي متابعوا أي شخص معين أنت إذا عرفت كيف تشتغل على هاي الداتا هتستفيد مليون يعني على سبيل المثال إياد عندهم مليون فولور على الإنستجرام بعرف إنه هدول مليون فولور مهتمين في مجالي بروح عن طريق الموقع بعطيهم يوزر نيم إياد بحكي لهم اسحبوا لي إيميلات وأرقام تليفونات بعنوين وا 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 متابعين إياد بنزلوا عندك عم لشكل إكسل شيت وتقدر تعمل عليهم حملة إعلانية أنك تعمل حملة إعلانية على فيسبوك أو على إنستجرام وترفع له هذا الملف وتحكيله طلع إعلاني بس لهدول الأشخاص أو إنك تستخدم إيميلاتهم تعمل لهم إيميل ماركتينج أو إنك تستخدم أرقام تليفوناتهم تعمل لهم برضو حملة اس ام اس أو واتساب ماركتينج يعرف كيف تشتغل عليها عكس الداتا داتا كثير رهيبة واليوم عم بسحبوا فيسبوك عم بسحبوا تيك توك تويتر إنستجرام سعر الألف ولا إشي توقع الألف بعشرة سنت أو إشي زي هيك كثير كثير عم بقلب أسئلة كله بيحكي إنه أنا مش عارف أدفع مش عارف أدفع مش عارف أدفع خلص توعد الفيديو الجاي هيكون عن باينانس بالتحديد إيهم عم بسأل إنه أنا انتقلت لدبي وشغلي وشاهدتي بالتسويق وهون في عالم كتير مهتم بزيادة المتابعين على السوشال ميديا هل في طرق هل الطرق اللي شرحتها عن طريق موقع سيكسا جساتها شغالة وكل شي تمام طبعا الموقع بعده شغاله وخدماته شغالة دبي كمان بالتحديد أنا السنة الماضية فتحت فيها الشركة وعاد فيها ست شهور فترة هيا بس رجعت على كندا وشغلي بعده بدبي قائم أحب أحكي لك إنه السوشال ميديا بالدبي بصراحة يمكن هي رقم واحد بالعالم بالنسبة لإهتمام الناس رقم الثنين يمكن بأتوقع السعودية اهتمامهم بالسوشال ميديا عملنا مبيعات كتير حلوة عن طريق الموقع وإحنا بدبي دي تريليون شخص عم بسألني شو صار بالكورس تبع يو اس دي مايكرز انت زي ما بتعرف إنه الويبسايت جاهز من السنة الماضية والفيديوهات مصورة وجاهزة كلياتها ومنتجنا الفيديوهات والموقع جاهز كل إشي بس جاهز إنه نعلن للناس إنه هاي الكورس موجود بتعرف إشي؟ بيوم الأيام الصحية ضربت بريك حكيت ما بدي أنشره كيش بتعرف؟ الله هي لأنه في ناس بالإنترنت بتدايق يا أخي مستعدين يأكلوا حرام مستعدين يضروا غيرهم مستعدين يزعجوا أي حدا مستعدين يسرقوا ينصبوا مستعدين يعملوا أي شيء ما بيقدروا تعب الناس ما بيستحوا عدمهم ما بيخافوا الله لما أنت بتتعب على كورس سوصا أنا كياد ما بعمل كورس 15-20 فيديو بعمل كورس 150-200 فيديو بتتعب عليه ويكون عندك تكاليف ويكون عندك فريق ويكون عندك ويبسايت وهوستنج ماركتنج وا 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 وبعد ما تنشر الكورس دي واحد بياخد كورسك وبيبيعه بأقل أو نصف سعره وبيجوا ناس المشكلة اللي بيحرق دمه إنه في ناس عارفين إنه هذا الحكي حرام ويروحوا بشتروه يعني لما بدوا يبدأ حياته أو بدوا يؤسس مشتروع ببلشوا حرام وبعدين بيحكي لك يا الله ليش يا ربنا ما وفقتني كما أنت لسه بتسمي بالله لسه بتحط رجلك عالطريق بلشتها بحرام لسبيل المثال كتاب الامازون اف بي اي هنا بالمناسبة نبيعه بـ 49 دولار وحاليا أنا منزلينه برضو 19 دولار لفترة محدودة هو الكورس بعده شغاله وابديتد والمعلمات كلها فيه صحيحة وكل التبس والتريكس اللي موجودة فيه اية بالمية وبصراحة هو الكتاب الأعظم بالوطن العربي كاملا بشريح الامازون اف بي اي ما في حد بالعالم أصلا شريح بالطريقة هاي وبسعر 19 دولار بيجي واحد ما بيخاف الله بروح بعمله داونلود وبصير يبيعه هو مثلا بعشرة دولار ولا بخمسة دولار ما بزعل منه هو بسعر من اللي بروح بشتريه بعدين بيجي بيحكي لك يا الله الامازون اف بي اي فاشل لا الامازون اف بي اي مش فاشل انت الفاشل انت ربنا ما وفقت لانك ما قدرت تعب غيرك لانك حبيت توفر لك عشرة ولا عشرين دولار روح تخسرت الفين تلات تلاف دولار كورس يو اس دي ميكرز بش لقي له حل بصراحة 200 فيديو اروح انشرهم انا وينتشروا زي هي كلياتهم بصراحة اشي تضغطني بحز ببالي مع انه انا كعياد اليوم مستعد انشروا ببلاش مجانا والله ما حسأل حدا واقع احكيه لك تاب الامازون اف بي اي وكورس اليوتيوب اذا انت اليوم شخص محتاجه عاليا ما عندك طرق طريقة دفع مناسبة اليك او انك ما معك هاي الفلوس ابعتلي والله يخدهم حلال زلال عليك اللي بيعرفني بيعرف هاي المواضيع انها عندي اصلا من طول عمري انا هيك اصلا الكميات اللي وزعناها من الكورس مجانا اكثر من الكميات اللي بيعناها بفلوس انه هدفنا مش انه نربع فلوس بس ياخي ليش هيك بتعاملوا الناس اللي بدها تفيدكم وبعدين بنرجع من لطم نحكي يا الله ليش المحتوى العربي فاشل ليش ما في ناس بتنشر محتوى عربي ليش لما بدي ادور على معلومة لازم اروح عند الاجانب ليش الناس كلها بس بترقص على التيك توك ما بيفيدونا لانه لما انت بتكون بتتعب وبيجي واحد تاني استهزئ بتعبك هذا كله بيحسسك انك انت راح ينحرق راسه اذا عندك حل اكتب لي اياه بخصوص كورس usd makers انا مستعد بكرة انشر هذا الكورس بس اعطيني حل طبعا فيه ناس كتير محترمة للدنيا ما بتخلى وما بيرضوا حتى لو شافوا انه الكورساتها انتشرت بنص السعر بروح بشتريها بيجي بشتريها من صاحبها عشان يضلوا عنده مخافة ربنا ويضلوا updated عن كل الاحترام لهدول الاشخاص انا فكرت انه اعمل الموضوع live انه يكون مثلا على زوم او اشي بس ما بحب بصراحة انه واحد يربطني بموعد كأنا كأياد انه عالوا هلأ على المحاضرة يا جماعة وابسر شو ما بحب خلص انا بحب راحتي عمزاجي مثل ما بدي افتح الفيديو ارجع له بعدين لما اجي اطبق عملي ارجع له خلص هيك بحب ما بحب انا اللاييفات والاشياء هاي بالله عليك اذا عندك حل فعليا ناسهبني انا بكرة مستعد انشره اسسني طمني بالكومنتس احكيلي شو بدك وانا بكرة ارد عليك انوائز ما بنا نطول الفيديو اكتر من هيك الفيديو الجاي ما حطول فيه على الشانل وممكن يكون بعد بكرة خلال اسبوع هذا حيكون ان شاء الله زي ما وعدكم هلأ بالفيديو هاحكيلكم عن باي عن المملاد الرقمية بلسه ما حكينا عن الانفتي يلا باي شكرا